ترأس صباح اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي الاجتماع الدوري لقطاع الصحي بحضور معاني رئيس الوزراء وبعض من أعضاء الحكومة إلى جانب الشركاء في المجال الصحي محمد حسن عبد الرسول وتفاصيل هذا الاجتماع يأتي هذا الاجتماع في سياق الاجتماعات الدورية حول قطاع الصحة العامة التي يترأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وبحضور وزارة الصحة العامة وشركاء شات في القطاع الصحي بهدف مناقشة الحالة الصحية التي تمر بها البلاد ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة كما سمى هذا الاجتماع الدوري لقطاع الصحة عرض الحصيل الصحية لوزارة الصحة العامة خلال 2016 والذي شهد طفرة نوعية في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين لأسيام صحة الإنجاب ومحاربة بعض الأمراض المستوطنة كالميلاريا بكافة الأراضي الوطنية حيث وضعت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية الاستراتيجيات والخطط الكفيلة للوقاية من الأمراض عبر حملات التطعيم المختلفة وتقديم العلاجات المجانية والاهتمام بصحة الأم والطفل هذا وقد أشاد المتحدث باسم شركاء البلاد إسماعيل مبنغ بأن الحكومة الشادية بذلت جهود كبيرة في غطاء الصحة وإن مثل هذه الاجتماعات الدورية حول الصحة تنفرد بها دولة شاد من بين الدول الإفريقية وهذا دليل على اهتمام السلطات العليا بالبلاد بصحة المواطنين من جانبه وزير المياه والصرف الصحي صديق عبد الكريم حقار الذي حضر الاجتماع أكده بأن وزارته تخذت التدابير اللازمة لمواجهة وباء مرض الكبد الوبائي الذي ظهر في إقليم السلامات رئيس الجمهورية أدينا التوهديهات قال إفوك مرض دا ما يمرك من أم التمان وقالين نسو كل جهود عشان ينتهي هناك بس عجل عجل نكمل بل الصح في أم التمان ساعدنا ودينا إمكانيات كبيرة من القلور يتم هنا سنة تمام من الاثناشر شهر قدام دا يعني يكفي الستوك على الوديناد يكفي نقدروا بدا نقدروا نتريتال علم ولكن بس اليوم سابق فجر دا في ناس ام اس اف تاني جاهني في المكتب وقالوا وقالوا في قناتير قريب لأم التمان في منطقة آخر بيّن فوق بطانة اللي فاتيته تجدر الإشارة بأنه بحسب الإحصائيات فإن الحكومة الشادية استطاعت خلال عام 2016 القضاء النهائي على جرسومة شلل الأطفال وانخفاض نسبة الإصابة بالميلارية إلى 48% وارتفال نسبة الإنجاب في المستشفيات في المراكز الصحية بنسبة 37% ترجمة نانسي قنقر